ظهرت فوراً نتائج انتخابات مجلس النواب الأردن 2020 بعد فرض الأصوات وهنا عدد أصوات المرشحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في قناة ترند قناة الأخبار العجل والمنوعات ولو عجبكم الفيديو ياريت فاضلاً وليس أمراً تبعاتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس واللي بيشوفنا الأول مرة ياريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منها كل جديد ويلا بنا على التفاصيل تتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب الأردن 2020 المشهد داخل المملكة الأردنية الهاشمية خلال هذه الساعات وذلك بعدما بدأت اللجانة الانتخابية في الأردن في عملية فرض الأصوات في 23 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء المملكة الأردنية وذلك بهدف تحديد كل أسماء الفائزين في مختلف هذه الدوائر ومن ثم الإعلان عن تشكيل المجلس النيابي وبدء عمله في تشريع القانون ومحاسبة الحكومة الأردنية نتائج انتخابات مجلس النواب الأردن 2020 أقمت انتخابات المجلس النيابي الأردني على مدار الساعات الماضية حيث شهدت مشاركة نحو مليون و300 ألف مواطن وناخب في مختلف المحافظات الأردنية وذلك بحسب الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل السلطات واللجان العامة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية ويذكر بأن القانون الأردني ينص على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وذلك بعد نهاية عملية الفرز بشكل كامل وذلك على أن يبدأ تشكيل المجلس النيابي فور إعلان النتيجة بشكل مباشر حتى يتمكن من مباشرة عمله والذي ينص عليه الدستور مؤشرات أولية نتيجة انتخابات مجلس النواب في الأردن 2020 قالت الصحف الأردنية الصادرة صباح اليوم بأن كل المرشحين الذين تقدموا لانتخابات مجلس النواب الأردني قد أرسلوا منذوبيهم من أجل حضور جلسات فرز الأصوات التي تشرف عليها اللجنة العامة لانتخابات بالمملكة الأردنية الهاشمية وحتى هذه اللحظة لازلت عمليات الفرز مستمرة ولم يتم بعد الإعلان عن أي مؤشرات أو نتائج أولي للتصويت والجدير بالذكر بأن السلطات الأردنية قد أكدت بأن عملية فرز أصوات الناخبين تتم في مختلف اللجان الفرعية وليس داخل اللجان الرئاسية فقط وهذا بهدف تسريع عملية الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 فور الانتهاء من فرز الأصوات وجمعها ومن ثم الكشف عن النتيجة خلال الساعات المقبلة إعلان نتائج المجلس النيابي في الأردن 2020 قالت الصحف الأردنية بأن الساعات المقبلة سوف تشهد انتهاء عملية فرز أصوات الناخبين في مختلف اللجان الانتخابية ومن ثم سوف يتم تجميع أصوات المرصحين من أجل معرفة المرصحين الأكثر حصولا على الأصوات من أجل أن يتم إعلان فوزهم خلال نتائج انتخابات مجلس النواب الأردن 2020 في دوراته الجديدة والتي يأمل الشعب الأردني خلالها بأن يحقق المجلس كل الطموحات المرجوة منه عدد أصوات المرصحين في انتخابات مجلس النواب الأردن 2020 بدت اللجنة المستقبلة لانتخابات في الإعلان عن نسبة الأصوات التي تحصل عليها المرصحين في الدور الانتخابية في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهشمية حيث تأكد بأن هناك تفوق واضح لبعض المرصحين ولكن الأمور لم تحصل بعد في معظم اللجان ولكن على الأغلب ستكون النتائج متاحة للنشر عبر وسائل الإعلام في مساء يوم الأربعاء إن شاء الله وفي النهاية يريد تدعمونا بلايك ويشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته